بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رعينه أكبرنه وقد تعنى أيديهن وقل لحاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوتته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمه ليسجنن وليكون من الصاظرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصد إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننهم حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر قمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المبسمين قال لا يأتيكما طعام ترزقا له إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تردت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرت هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم واباكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعمدوا إلا إياه ذلك الدين الحيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ترجمة نانسي قنقر